السلام عليكم عقدت جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية هذا اليوم في ظروف سياسية وأمنية وصحية وقتصادية بالغة للحساسية والتعقيد لكن سيد رئيس مجلس الوزراء ومن خلال معالجته لكل هذه الملفات الشائكة التي ورثها وورثتها هذه الحكومة من حكومات سابقة وأداء سياسي السابق تحلى بالحكمة خلال الأيام الأربعة والخمسة الماضية وكان حريص على أن يطلع مجلس الوزراء في مستهل الجلسة على آخر مستجدات السياسية وأن انسحاب أو غلق مقرأي بعثة دبلوماسية لأي دولة فضلا أن كانت دولة مؤثرة ومهمة ستكون له تداعيات كارثية على البلد على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي لا بل ستكون له تداعيات كارثية على المنطقة برمتها لذلك كرئيس الوزراء حريص على إطلاع المجلس على جهود الشخصية وجهود الحكومة الوزراء المختصين اللي قامت بها الحكومة خلال الأيام الماضية من أجل عدم حصول هذه الخطوة الدبلوماسية اللي ممكن تكون تداعياتها كارثية على العراق والمنطقة في مستهل الحديثة سيد رئيس الوزراء أكد رفض العراق ورفض الحكومة العراقية تحويل العراق إلى ساحة صراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مؤكدا أن البلدين الولايات المتحدة وجمهورية الإسلامية يدعمان هذا الموقف العراقي كما أكد أن قرار الحرب والسلم هذا القرار هو صلاحية حصرية للمؤسسات الدستورية العراقية سواء كانت مؤسسات تشريعية أو تنفيذية ولا يمكن لأي أطراف أخرى أن تحوز هذا الحق لها في مخالفة دستورية واضحة وفي تعكير واضح لصفه واستقرار البلد كما أكد السيد رئيس الوزراء أنه لا يوجد احتلال في البلد حاليا وأن القوات التحالف الصديقة جاءت بطلب من الحكومات العراقية السابقة نتيجة لتداعيات دخول التنظيم الإرهابي إلى العراق وهذه القوات الصديقة ساعدتنا وسندتنا كثيرا في حربنا ضد داعش ولا زال هذا التعاون مستمر وأن الحكومة الحالية قطعت شوطا كبيرا من خلال الحوار الستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تنظيم هذه العلاقة الأمنية والعسكرية السيد رئيس الوزراء وأبلغ الوزراء عن جهود الحكومة من أجل أمن البعثات الدبلوماسية وطبيعة الإجراءات التي اتخذها كقائد عام للقوات المسلحة وأكد أن الحكومة العراقية ملتزمة وفق المواثيق الدولية بأمن هذه البعثات الدبلوماسية واتخذت العديد من الإجراءات بهذا الصدد وهذه الإجراءات ستستمر لحين تأمين كامل للبعثات الدبلوماسية فيما يخص اجتماع السفراء الاتحاد الأوروبي اليوم الحكومة كانت سعيدة جدا بالدعم الكبير للحكومة العراقية التي تلا هذا الاجتماع وتؤكد الحكومة العراقية مرة أخرى التزامها شكرها لهذا الدعم الكبير للحكومة العراقية وتؤكد التزامها أيضا بأمن البلاد بصورة عامة وأمن البعثات الدبلوماسية وأمن المنطقة الخضرة بعد هذا الاستهلال وإطلاع المجلس على المستجدات إطلاع المجلس على نتائج الزيارة الإيجابية التي قام بها السيد وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسيني للجمهورية الإسلامية تأكيد الجمهورية الإسلامية على حرصها وتأكيدها على أن لا يكون العراق ساحة صراع بينها وبين الولايات المتحدة كانت زيارة إيجابية للسيد وزير الخارجية أيضا أطلع المجلس على طبيعة الحوارات الخاصة لأجراها مع مختلف القوى الوطنية إطلاعهم على مستوى الخطر الكبير في حالة حصول هذه الخطوة تواصل ليلا ونهارا مع القوى السياسية الفعاليات السياسية الوطنية وفي محاولة لتثبيت حق الحكومة العراقية بحماية هذه البحثات الدبلوماسية وترسيخ الأمن سواء لهذه البحثات أو للشعب العراقي بصورة عامة أيضا المجلس ناقش العديد من القضايا المطروحة على جدوى الأعمال واتخذ قرارات بصددها قرر المجلس أن تقوم الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مشروع لتعديل النص القانوني الخاص بالتالي أولا تعديل النص القانوني الخاص بترفيع الأطباء إلى درجات أعلى ثانيا منح مخصصات إضافية بمقدار 50% من الراتب الإسمي نتيجة جائحة كورونا تشمل الأطباء المقيمين الدوريين والمقيمين الأقدمين وينفذ بدءا من 1.1.2021 ثالثا تعديل النص القانوني المتعلق بالمادة 80 ثالثا من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1989 والموافقة على قانون الضمان الصحي هنا قانون الضمان الصحي منذ سنوات هناك مقترحات قوانين من أعضال مجلس النواب هناك مشاريع قوانين درست في وزارة الصحة هناك العديد من مسودات القوانين التي قامت بها منظمات مجتمع مدني لكن بعد دراسة طويلة في مكتب رئيس الوزراء قام بها مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاستراتيجية برئاسة فريق كامل تم اليوم تقديم مشروع قانون الضمان الصحي وتمت الموافقة عليه وإحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام المادتين 61 البند أولا 80 البند ثالثا من الدستور مع الأخذ بنظر الاهتمام رأيي الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبت بموجب مذكرة الدائرة القانونية ذات العدد 2 على 2 في 24 أيلول 2020 ثالثا إقرار مشروع قانون تمويل العجز المالي وإحالته إلى مجلس النواب موازنة 2020 كما أقرت في مجلس الوزراء وحيلت إلى مجلس النواب كان بها عجز كبير وحصل النقاش بين وزارة المالية واللجنة المالية في مجلس النواب وتم التوصل إلى صيغة مشروع لتلافي قدر الإمكان أكبر حجم ممكن من هذا العجز تم اليوم إقرار مشروع قانون تمويل العجز المالي وإحالته إلى مجلس النواب مجلس الوزراء أيضا اليوم أقر توصية المجلس الوزاري للطاقة ذات الرقم 26 سنة 2020 وبحسب ما يلي الموافقة على استثناء المواد المستوردة لأغراض مشروع محطة كهرباء الرميلة الاستثمارية من رسم الحماية المحلي على وفق الآلية المنصوص عليها في قانون التعرفة الجمرجية للرقم 22 لسنة 2010 وإقرار أيضا توصية المجلس الوزاري للطاقة للرقم 42 لسنة 2020 وبحسب ما يلي وهو الموافقة على المقترحات المثبتة في كتاب وزارة الكهرباء 29.799 في 9.29 بشأن معالجة اختناقات صيف العام القادم وفق الجدوى الاقتصادية وآلية التسعير المعتمدة لدى وزارة الكهرباء أيضا مجلس الوزراء أقرر اليوم مشروع قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة للسجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 وفق التالي أولا يكون تنفيذ قرار مجلس الوزراء 27 لسنة 2020 بدءا من تاريخ 11 2020 هذا القرار يخص محتجزي رفحة وتذكرون صدر القرار بتاريخ سابق وقرر المجلس اليوم أن يكون تنفيذ هذا القرار بدءا من تاريخ 11 2020 وتتخذ الإجراءات القانونية الأصولية في حال ثبوت تقاضي المشمولين به أي مبلغ خلافا لما جاء في القرار آنفا ثانيا قرر المجلس الموافقة على قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسي الرقم 4 لسنة 2006 وإحالته إلى مجلس النواب باستنادا إلى أحكام المادتين 61 البند أولا 80 البند ثالثا من الدستور دعنا نقول هذا مجمل مادار وأهم مادار في جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم أستمع إلى أسئلتكم وكون سعيد بذلك تحية طيبة أستاذ أحمد محمد سعد قناح شرقين هل بالفعل تشير الأنباء عن إغلاق السفارة الأمريكية بات بين قوسين أو أدنى؟ ماذا لو أغلقت السفارة؟ هل من وجهة نظر الحكومة العراقية؟ هذا السؤال الأول السؤال الثاني إلى متى يستمر إطلاق صواريخ الكاتيوشا؟ ومتى يتم الكشف عن الفاعلين؟ شكرا لا يوجد شيء رسمي بهذا الخصوص هناك نية لدى الإدارة الأمريكية تتدارس هذا الموضوع الحكومة العراقية تتفهم حرص الولايات المتحدة الأمريكية وأي دولة أخرى حرصها على أمن دولوماسيها ومواطنيها وكما أكد أن الحكومة ملتزمة أفق مواثيق الدولية معاهدات فيينا بتأمين البعثات الدبلوماسية وهي مستمرة باتخاذ العديد من الإجراءات لهذا التأمين تداعيات قد تكون واضحة وكما أشرت تداعيات تكون كارثية قد تذكرنا بمفاصل مهمة مربع المجتمع العراقي في بداية التسعينات أو بداية الألفية الأولى تداعيات خطيرة جدا تتحمل مسؤوليتها تلك الأطراف الخارجة على القانون التي تحاول اختطاف قرار الدولة العراقية والتي تخالف غالبية رؤى وقناعات غالبية القوى الوطنية العراقية من كل المكونات العراقية لذلك عندما أقول التداعيات كارثية هذا يترجم أو يفسر الجهد الكبير الذي يقوم بسيد رئيس الوزراء والوزراء المختصين من أجل منع هذه الخطوة وإقناع الولايات المتحدة الأمريكية بخطورة هذه الخطوة وإقناع الدول التي لها علاقة بالموضوع بخطورة هذه الخطوة ليست فقط على العراق بل عليها وعلى المنطقة عموما وأستطيع القول بأن الحكومة العراقية قطعت شوطا كبيرا من أجل الحصول على قرار إيجابي بهذا الخصوص وتؤكد أيضا استمرار جهدها من أجل فرض الأمن والاستقرار ليس فقط للبعثات الدبلوماسية العاملة في العراق وإنما في عموم البلاد وتؤكد بأن الولايات المتحدة الأمريكية دولة صديقة ولدينا مصالح مشتركة كبيرة والزيارة التي قام بها السيد الرئيس الوزراء مؤخرا للولايات المتحدة جرى فيها توقيع العديد من المذكرات التفاهم التي تعزز هذا التعاون والعراق حريص على أن تستمر هذه العلاقة وفق المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية أستطيع القول بأن الحكومة العراقية قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال يبقى الدور أيضا على القوى الوطنية والقوى السياسية والفعاليات المجتمعية الفاعلة في البلاد أن تقوم بدورها من أجل تجنيب العراق والمنطقة تداعيات أي خطوة ممكن خطوة سياسية ودولوماسية تقوم بها أي دولة مؤثرة في العالم السلام عليكم أستاذ أحمد سجاد الموسى ومن العراقية الإخبارية طبعا نحمل الكثير من الأسئلة في الشارع لكن سأجمل هذه الأسئلة بسؤال ربما يضم هذه التساؤلات هل فعلا تم ترحيل موازنة 2020 إلى 2021 ليحل محلها قانون التمويل العجز المالي وما هو مصير رواتب الموظفين المتأخرة حتى الآن وهو أيضا مصير المشمولين بقانون التدرج الطبي المحاضرين 315 الذي تضمنته موازنة 2020 شكرا جزيلا قانون العجز المالي الذي يقر اليوم هو نفس قانون الموازنة تقريبا بعد أن وردت ملاحظات حول حجم العجز الكبير الذي موجود من اللجنة المالية الحكومة عادت دراسة هذا القانون من أجل أولا تغطية هذا العجز المالي أو جزء مهم من هذا العجز المالي وموضوع الاقتراض الداخلي من أجل تأمين رواتب الموظفين لا يوجد دمج موازنة 2021 كما ذكر اليوم وزير المالية وكما ذكرت في مؤتمر سابق في يوم إقرار موازنة 2020 بأنها ستكون نوعا مختلفة عن الموازنات التي أقرت في السنوات السابقة من ناحية التبويب والصرف والإنفاق توجيه الموارد باتجاه قطاعات معينة وهي جزء من مرحلة الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بهذه الحكومة والجهود التي تبدلها من أجل إصلاح الوضع الاقتصادي في البلد موضوع المشمولين بـ 315 العقود الجوري يومية هذا كما ذكرت في مؤتمر سابق سيتم معالجة جزء كبير منه في موازنة 2021 هذه الموازنة الأشهر المتبقية من هذا العام تخص تنظيم أو تقنين أو وضع اغطاء قانوني لطريقة إنفاق الحكومة العراقية وكذلك تأمين الرواتب للأشهر الثلاثة القادمة تأمين أيضا الاتفاق السياسي الذي حصل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم من أجل تنظيم هذه العلاقة القانونية المالية إذن نحن أمام موازنة 2020 والأشهر الثلاثة المتبقية ونحن أمام موازنة يعدلها وستكتمل قريبا لعام 2021 الرواتب تأخرت بسبب هذا العز الكبير الموجود بسبب خفاض أسعار النفط وهذا الذي أقر اليوم مشروع العز المالي الذي أقر اليوم هو من أجل تأمين الاقتراض الداخلي الذي يسرع بتأمين وتوزيع الرواتب إلى الموظفين السلام عليكم أحمد المؤيد قناة يو تي في حديث عن تكليف السيد الكاظمي لمستشار الأمن الوطني السيد قاسم الأرجيبي مهمة التفاوض مع الجانب الأمريكي لتهديئة الوضع في هذه الأيام ما مدى صحة هذا الحديث سيد أحمد السيد الرئيس الوزراء هو وفريق الخاص من يقوم بشكل مباشر ليس فقط بالتواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية وإنما بذلت جهود كبيرة بالتواصل مع دول مؤثرة في المنطقة وفي الاتحاد الأوروبي وبقية أنحاء العالم من أجل الوصول إلى حل يرضي جميع الأضراف ولا يجر العراق والمنطقة إلى ما لا تحمد عقباه السيد مستشار الأمن الوطني شخصية محترمة ومميزة وقد تكلف بأي مهام يراها السيد رئيس مجلس الوزراء القادر العام القوات المسلحة مناسبة لهذه الشخصية السلام عليكم ورحمة الله محمد فراس مرئيس القناة التغيير الفضائية كيف ستتعامل الحكومة العراقية مع حادثة الرضوانية التي حدثت يوم أمس ولماذا تحديدا تم تسمية المتسببين بهذه الحادثة بالعصابات ولم يتم طلق إطلاق عفوا تسمية الإرهاب الشقة الثاني من السؤال هل سنشهد حملة أمنية من قبل جهاز مكافعة الإرهاب في المناطق المحيطة بمطار بغداد الدولين؟ شكرا جزيلا يؤسفنا كثيرا ما حدث يوم أمس فقدنا خمسة مواطنين سيدتان وثلاثة أطفال في جريمة بشعة قامت بها أطراف لا تريد لهذا البلد الاستقرار أطراف تبعث برسائل سلبية تختلف عن واقع المجتمع العراقي وتختلف عن هدف الحكومة العراقية والدولة العراقية والقوى الوطنية العراقية غالبية الشعب العراقي يختلف مع توجهات هذه الأطراف هذه الرسالة سلبية جدا للمجتمع الدولي لكنها بالنتيجة تفضح هذه الجهات التي تقوم بهذه الأطراف دور الحكومة في معالجة هذه الأمور تعرف أن كثير من الإجراءات اتخذت سواء هجمات من هذا النوع السابقة هناك 19 ضابط وآمر وحدة تم إطلاق صواريخ من قاطع مسؤولياتهم هم الآن وفق قانون العقوبات العسكرية توقيف وتحت التحقيق أتحدث عن حواذ السابقة لإطلاق مقذوفات حادثت يوم أمس حادثت يوم أمس مباشرة سيد رئيس الجراء شكل فريق تحقيق هذا الفريق توصل إلى مسؤولية سبعة ثلاث ضباط وأربعة مسؤولي وكالات أمنية ساندة للقوات الأمنية وهؤلاء السبعة الآن سواء من الآمري الوحدات العسكرية أو مسؤولي الوكالات الأمنية الساندة هم أيضا تحت التوقيف وتحت التحقيق لإهمالهم بهذا الواجب وأكيد اطلعت على بيان العمليات المشتركة يوم أمسل للصدر خلية الإعلام الأمنية وكيف أكد البيان بين القادة العام للقوات المسلحة مستمر بهذا النهج وأكد بأن مصير كل القيادات الأمنية التي تتخاذل عن أداء واجبها سيكون قانون العقوبات العسكرية بنفس الطريقة التي عمل بها التسعة عشر ضابط وأمر حول حوادث سابقة والسبع ضباط ومسؤولي حول حادثة يوم أمس المؤسفة التي فقدنا فيها حياة سيدتين وثلاثة أطفال من معائلة واحدة من قبل جهاز مكافحة الإرهاب خصوص المناطق المحيطة بمطار بغداد دولي وأيضا المناطق التي يشتبه بوجود أسلحة أو أسلحة فقيلة أيضا هناك جهد كبير من القوى الأمنية ليس فقط جهاز مكافحة الإرهاب عندما نقول هناك عدد من الضباط تم إيقافهم والآن التحقيق معهم في قانون العقوبات العسكرية هذا لا يعني أن القوات الأمنية بكل صنوف هي في حالة تقصير أستطيع القول بأن كل قوات الأمنية تتحرك هناك العديد من مطلقي هذه الصواريخ عدد من مطلقي هذه الصواريخ هما تحت قبضة القوات الأمنية هناك فرق خاصة ولجان خاصة شكلت بأوامر ديوانية نتائج عملها الآن أكثر من 20 مسؤول تحت التحقيق بقضايا الفساد القوات الأمنية وجهاز مكافحة الإرهاب هم من ألقوا القبض عليهم أستطيع أن أجمل بأن الحكومة رغم هذه الأحداث التي تسببت بهذه التداعيات السياسية حريصة وأجهزتها الأمنية حريصة ومتابعة وقريبا هناك الآن إعداد لدراسة قد تظهر خلال الأيام القادمة بالأرقام حول نشاط القوات الأمنية وطبيعة عملياتها التي تقوم بها لا أتحدث هنا عن العمليات الواضحة فيما يخص تنظيم الإرهاب داعش أتحدث عن جهود القوات الأمنية في ملاحقة الجريمة المنظمة في ملاحقة بتجارة المقدرات في ملاحقة مطلقي الصواريخ خلال الأيام القادمة ستطلعون على دراسة تفصيلية عن جهود الحكومة وقوات الأمنية التي قامت بها خلال الأشهر الثلاثة الماضية هناك فنيق عاكف الآن على إحصاء دقيق لهذه العمليات ونتائجها عدد الموقفين عدد العمليات ومناطقها وبالتواريخ وبالأعداد ستطلعون عليها عند اكتمالها مساء الخير أستاذ أحمد خالد الأنصاري بلومبرغ نيوز أستاذ أحمد في مسودة قانون العجز المالي الذي يقرر اليوم ورسل البرلمان كم كان مبلغ الاقتراض في مسودة هذا القانون لما تستربر الحكومة بالاقتراض الداخلي ألا تعتقدون أن موضوع الاقتراض الداخلي بشكل مستمر بشكل خطرا على احتياطيات البنك المركزي؟ شكرا لا أريد التعكز على ما حصل خلال 17 عام الماضية لكن أن تتحمل الحكومة الحالية بشؤولية دفع ثمان ملايين راتب ما يقارب ثمان ملايين راتب لا أقول موظف فمن ملايين راتب بين موظف وتقاعد ورعاية اجتماعية ومؤسسات العدالة الانتقالية وغيرها هذا عبئ كبير خاصة مع انخفاض أسعار النفط بالنتيجة نتيجة سياسات خاطئة عدم وجود تغطيط غياب استراتيجية وصلنا إلى هذه الحالة مشؤولية دفع راتب الموظفين وكل من ينص القانون العراقي على أن يستحق راتب هي مشؤولية حكومة العراقية استنادا إلى قانون سن مجلس النواب قانون الاقتراض الداخلي استنادا إلى هذا القانون من حق الحكومة العراقية طبعا هي من تلجأ الاقتراض تلجأ مضطرة على اعتبار أنه إرادات النفط وهي الإرادات التي تشكل 95% من إرادات البلاد لا تكفي لدفع رواتب الـ 8 ملايين مواطن لذلك هي مضطرة باللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي وقدمت هذا مشروع القانون وحصل على تصويت مجلس النواب وهي استنادا إلى هذا القانون تقترض رغم عدم رغبتها بأن تلجأ إلى هذا الأمر تأمين الرواتب مسؤوليتها ويجب أن تمضي هذا لن يؤثر نهائيا على موضوع الاحتياطي ولن يمس الاحتياطي العراقي في البنك المركزي العراقي واللجوء إلى هذا القانون والاستناد عليه هو من أجل عدم اللجوء إلى المساس بالاحتياطي النقد العراقي وفق القانون نفس الأرقام التي أقررت في قانون الاقتراض الداخلي هي التي عكست في قانون الموازنة 2020 السلام عليكم عمر حامد من قناة WTV الفضائية أستاذ أحمد حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قامت ببادرة مع أقليم كردستان وأرسلت مبالغ مالية مقدرة ب 1 تريليون و40 مليار دينار كيف بتعهداتها لأقليم وحسن نية منها أما حكومة الأقليم لم توفي بتعهدها مع حكومة بغداد ولم ترسل لحد اللحظة لا واردات المنافذ الحدودية ولا واردات صادرات النفط المصدرة من داخل الأقليم فكيف ستواجه الحكومة هذا الإجراء كان التزام متبادل اتفاق سياسي مرحلي اطلعتم عليه قبل فترة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الأقليم يؤمن التزامات متبادلة للطرفين الحكومة العراقية التزمت بالدفع 320 مليار شهرية من أجل تأمين جزء مهم من رواتب شعبنا في كردستان وهذا التزام على الحكومة بالمقابل هناك العديد من الالتزامات التي أوفي بها حكومة أقليم كردستان فيما يخص إشراف وتأمين حق الحكومة العراقية الدستوري في الإشراف على إرادات المنافذ الحدودية وكذلك موضوع الصادرات النفطية التزام متبادل سيرحل إلى موازنة 21 مع تعديلات بسيطة وفق التزام حكومة أقليم كردستان بتنفيذ ما مطلوب منها في هذا الاتفاق السياسي اللي جرى قبل شهر ونص تقريبا أنا أشكركم وشكر جزيل والتقى إن شاء الله في مناسبة أخرى